تاريخيا لم يسبق للعرب أن رفضوا إقامة قمة يحضرها رئيس أمريكي تاريخيا ما حصلتش من وقت بدايات حركات التحرر العربية ثم استقلال الدول العربية بعيدا عن قبضة الاحتلال تاني الأبيض الغاشم اللي جلنا من أوروبا لم يحدث أن رفض العرب الجلوس على مائدة يجلس عليها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حدث اليوم فتقريبا الساعة واحدة بعد منتصف الليل ثلاثية عربية رفضت استقبال جو بايدن للجلوس على مائدة مفاوضات في قمة عمان تاريخيا لم يحدث السؤال الغرب عاوز يوصل لإيه بالزبط هل هم عاوزين يوصلوا بس لمسألة أنه تتم إبادة الفلسطينيين وأنه يتم السيطرة عليها من قبل الكيان الصيوني المحتل وأنه تبقى خلصة الحدوتة لحد كده لا لا كلهم من المغرب والحد العراق خدوا القرار بأنهم على كلمة واحدة بقرار واحد بمستقبل واحد مهما كانت الفاتورة أنت متصور أن جو بايدن هيجرؤ على أنه يقول تصرحات زي اللي قالها النهارده ترجمة نانسي قنقر